لا تنفع الشكليات إن كان المضمون فارغاً ولا تقنع الخطب العصماء إن رافقها فعل هزيل على الأرض بكل بساطة لخص العزوف الكبير للعراقيين عن المشاركة في الانتخابات مشهد دأب شركاء العملية السياسية ومن خلفهم الدول الداعمة ومن أمامهم وسائل إعلام ضخمة ودعايات مهولة على إظهار الانتخابات بأنها حجر زاوية التغيير وأساس الإصلاح فأطاح العزوف المشهود بما يتغنى به الساسة من عرس ديمقراطي فنسبة المشاركة لم تتجاوز التسعة عشر بالمئة وفق اتلاف الوطنية نقلاً عن مراقبين بريطانيين فشل الانتخابات حملته الڭارديان البريطانية على فشل أكبر مزدوج للنفوذين الأمريكي والإيراني في العراق مؤكدة أن العزوف الكبير يظهر فشل القيادات السياسية سواء تلك الموالية لإيران أو لأمريكا الصحيفة ذكرت تاريخ بعض رؤساء الكتل وزعماء التيارات المشاركة بالانتخابات فالعامري على سبيل المثال زعيم ميليشيا بدر يطمح لرئاسة الوزراء كما تتصدر قائمة مقتدى الصدر المتهم بعمليات تصفية السنة ببغداد من خلال ميليشيا جيش المهدي ولعل نسبة المشاركة الضئيلة ونتائج الانتخابات تحيل إلى أن الفئة الكبيرة من المصوتين هم إما حزبيون أو ممن يأمل الحصول على بعض المكاسب المادية وإن كانت نهاية الانتخابات أنهت تنافسا سياسيا داخليا فإن صراعا بطابع خارجي يشك أن يبدأ فالصراع الأمريكي الإيراني ترى الصحيفة أن العراق ساحته المستقبلية مع انعدام فرضية وجود مرشح لمنصب رئاسة الحكومة يلقى قبول الطرفين بعد طبول الحرب التي دقت عقب انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي إذن من المسيطر على الميدان؟ وقرار انتخابات العراق بيد من؟ أمريكا أم إيران؟ قادم الأيام كفيل بالإجابة على هذا السؤال المعروفة إجابته عند العراقيين على الأقل اشتركوا في القناة